السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. معاكم احمد فخر الدين. وانت هنا بتتفرج على قناة الويب خطوة سهلة. هتكلم معاك على موضوع مهم جدا. سواء انت كنت ناوي انك تتخصص في الويب او الموبايل. اه او اي مجال تاني ليس له علاقة بالزكاء الاصطناعي. ولكنك في نفس الوقت محتار بسبب موجة الزكاء الاصطناعي. ده هيبقى موضوع الحلقة. وهنتطرق بقى في اه مواضيع متفرعة دخلة في النطاق الاجابة على هذا السؤال وكيفية الاستفادة من اه زكاء الاصطناعي. اه بداية في ناس على طول بتخش في مجال الويب او الموبايل اه فهو داخل في مجال البروجرامنج بشكل عام. بيفاجأ بانه في موجة وفي ضجة كبيرة جدا اسمها الزكاء الاصطناعي. انا بشبهها بشخص ماشي على اه ماشي على الشط. اه في جو هادئ جميل. وفجأة بيلاقي اه موجة عادية بتعدي من فوق راسه وتاخده تنزل بيه تحت. اه الموجة دي طبعا هو اه بيزن انها اه بتاخدل تحت. ده ظن. لكن الحقيقة انها مش زي ما هو متصور. ليه بقى? هجاوبك اه كمان شوية. بس السؤال بقى اللي بيطرق لزهنه وقتها هو هل اكمل في المجال اللي انا 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 امشي فيه? ولا اتوقف وكمل في الزكاء الاصطناعي? هو لسه في البداية. دي نقطة. نقطة التانية. اه لو واحد بدأ بالفعل ومشي واخد خطوات فعلية وبدأ ينتج ثم جاتوا الموجة بتاعة الزكاء الاصطناعي. اتصرف ازاي? اتعلم من الزكاء الاصطناعي? ولا اتركز في تخصوصي واحاول ان انا اخد فيه اكبر قدر ممكن من الخبرة. هنا بقى ايه? الوقفة. الاجابة هتبدأ بان احنا نفرق ما بين حاجتين تخصوصين في الزكاء الاصطناعي. نقسمهم لتو كاتيجوريز. الكاتيجوري الاولاني هو اه برمجة بتاعة الزكاء الاصطناعي اللي بيبقى عندها قدرة على انها اه تحل البيانات بطريقة معينة. تطلع نتيجة بطريقة معينة. اه يعني مسلا زي الحاجات اللي هي علاقة بالفيس ديتيكشنز ومقارنات والفلترة اللي بتقوم بالمهام بتاعة ان انت اللي تعملها بنفسك. خلاص? وفي كاتيجوري تاني. ايه هو بقى? وتخصص تاني وهو ما يسمى بالبرومبت انجينيرين. وهو كيفية التخاطب مع الزكاء الاصطناعي واستخدامه. انك ازاي تدي له اوامر? اه زاد كفاءة وتعطيك نتائج دقيقة. اه وتوصل بيها لدرجة عالية من الانتاجية. وزيادة الاداء. يبقى احنا كده في واحد انك انت تتبرمج الموديلز نفسها. والتاني انك انت تتواصل مع الزكاء الاصطناعي. اه بما يسمى قلنا المصطلع بتاع. لو انت داخل في البرمجة. وحابب المجال بتاع البرمجة نفسها. وسواء كنت لسه بتبتدي او بالفعل خدت خطوات. فانا انصحك بان انت متوهش وما تخشش في الدوامة بتاعي تسيب ده وامسك في اللي بعده. انا ليه حلقة كل ما هيجي موضوع من هذا القبيل هتلاقيني بقشير اليها وهي لا تكون اه فارل التجربة. يعني ازاي ان الشركات والانظمة بتستخدمك انك تبقى تجري ورا كل ترند. ونحن في عصر الترند. فتلاقي نفسك دايما مش عارف تركز في المجال. مش عارف تحقق انتاجية. مش عارف آآ تطلع منتج تقول انا اثبت نفسي فيه وتاخد منه مقابل كويس. لو انت بتبص على الترند على انه وسيلة للصعود لأعلى. والبعد عن الزحمة. آآ وبالتالي انك تبقى كده متميز فانت غلطان. ليه غلطان? اولا لانه اي ترند في الدنيا بياخد وقته وبعد كده بيحصل عليه زحمة. هو دلوقتي البرمجة دي. مش كانت في يوم الايام صحراء جردق. وبعدين اتعرف الموضوع وانتاشر واقع وباقت ناس كتير جدا بمئة تلوف. انا كنت عشان ادور على آآ مقالة بتتكلم في حاجة معينة. انا كنت بقى ليه دماغ بتلف. انا كنت عشان ادور على كتاب في تخصص معينة. يعني انا اتذكر كنت بحاول اتعلم آآ الكيك بي اتزليت عشان اعرف اجيب كتاب من ابدا. دلوقتي انت 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 ده يعني فيه دلوقتي خدمات بتوصل لك بتجيب لك الكتاب. وتعمل لك دولود ليه وتطبعه لك وتعمله لك بالالوان وتوصله لك لغاية البيت. كلام ده ما كانش موجود يا جماعة. فالانتشار الكبير جدا آآ بتاع اي تخصص بياخد وقت بس معين وبعدين بيبقى زخم مسألة زخم. مع الوقت بتلاقي دفعة كبيرة جدا من الناس دخلت. وبالتالي آآ فكرة ان انت تبقى سباق وان انت تخش الاول فتلحق آآ تعمل. لا الكلام ده مش احيانا بينجح مش احيانا كتيرا وخاصة في تخصصات زي الزكاة الاصطناعي. لازم يعرف يعني عارف انت ايه آآ القاعدة اللي بتقولك اعرف حدود قدرات نفسك. انت اعرف حدود قدرات نفسك. انت الزكاة الاصطناعي مش بيتطلب آآ يعني في السينتكس والكتابة ولا حتى في اللوجيك عادي. لا انت محتاج كمان انك تخش في الرياضيات والاحصاء قصة كبيرة. القصة كبيرة. هل انت عندك استعداد تتعمق يعني مسلا في البرمجة انت مش كل كمان انواع البرمجة يعني مسلا انت لو تشتغل فلاتر انت مش محتاج مهارات احصائية جبارة يعني. مش محتاج مهارات رياضية فزة. انما لو انت هتخش في مجال الزكاة الاصطناعي لا انت محتاج. محتاج عشان تبان عشان يبقى ليك شغل بليك مجهود تقدر تعمل حاجة. فلازم تبقى فاهم المقطة دي. ما تعقش نفسك وتخش في حاجة. وبعدين تلاقي نفسك عملت تنقل والنتيجة ولا حاجة. انت لا مميز هنا ولا مميز هنا. العالم يبحث عن الشخص المميز. شوف اي مجال في الدنيا. يعني عايز اقول لك فيه واحد بستشهد بيه دايما شخص روسي في آآ موقع هود كانيون. عمل في عز مكان الواحد مرتبه ستمية جنيه كان هو عامل خمسة وسبعين الف دولار. فالمهم مش مش انت عارف ايه هو وعايش على دي عمال يطور فيها يا معمولة بالجوفا سكريبت. عمال يطور فيها ويحسن فيها ويشيل ويعمل ويزبط. بس عايش اكل عيشه على البلاجين دي. كان تقريبا سلايد شو وحاجة زي كده. فانت مش مهم تكون آآ يعني دخل في المجال الفلازي. لا المهم انت تكون شخص فلازي. هاخد بالك. انت نفسك تكون جامد في الحتة اللي انت مسيكة. حتى لو حتة واحدة. آآ وعندنا برضو كانوا بيقولوا كلمة زمان حلو قوي يقول لك كتير النط قليل الصيد. انت بتتنطط كتير فمش هتعرف انت مش هتجين اي حاجة. لازم عشان تجين عشان تطلع نتيجة عشان المكنة تطلع وماشي. لازم تشتغل على نفسك لفترة طويلة. فتبدأ تستوعب والموضوع يخش في اعماقك. فتبدأ يبقى فيه انتاجية معتبرة. وتبدأ تطلع كود يتشاف الله ده لأ ده كوده مميز. ده ليه ستايل في الكود. ده بيقفل شغله كويس. الحاجات دي بتتجين مع الوقت مع البراكتس. مور براكتس. ومور براكتس ازاي هيجي وانت عملت اطمطط. وبعدين المعرفة التراكمية مهمة جدا انك بدأ اخد معلومة تحط عليها معلومة تحط عليها معلومة بعد فترة بيبقى انت يعني الكامل المعلومات اللي عندك بيبدأ يأثر بشكل ايجابي على شغلك ويبان. ده ما بيحصلش لو انت عملت اخد معلومات حتة من هنا على حتة من هنا. بس فدي النقطة العامة اللي عايز الكلام معنا. طيب في نفس الوقت انا مقدرش اقول لك انك تسيب الزكاء الاستنوعي كده وتعمل نفسك من بانها. لأ. ما احترامي طبعا لكل اهل بانها سواء اول مثل معروف عن دلال. انك تتجهله يعني. لكن لا اقدر اقوله ايه? انه انت تاخد الحتة اللي تفيدك بدون ما تشتتك. ايه هي بقى? اللي هو الكاتيجوري التاني اللي هو ما يسمى بالبرومبت انجينيرينج وهو انك ازاي تتعامل مع الزكاء الاصطناعي ازاي تستخدمه كوسيلة لتحسين انتجتك وزيادة الاداء بتاعك. وده اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة. اه في فترة من الفترات منذ زمن بعيد. اه لما البشر اخترعوا الكتابة كانت الكتابة القراءة والكتابة هي الوسيلة اللي البشر من خلالها قدروا يطوروا معرفهم. فبدأوا ينقلوا المعارف بتاعتهم عن طريق الكتب الكتابة والقراءة. وبقى فيه حاجة مستركة ان انسان لما يموت مثلا هينقل معرفته ازاي? وانت عشان تنقل معرفتك للي بعدك. لازم يكون فيه وسيلة ان تليك عمر محدد. فاخترعوا القراءة والكتابة. وكانت هي واجب العصر. ثم لما البشر اطوروا اكتر. بدأ يبقى فيه ما يسمى بالحواسيب او الكمبيوترز. الكمبيوترز دي وظيفتها انها تعالج البيانات وبدل ما هي كانت مكتوبة في ورقيات وممكن تتقطع وممكن تعمل بقت موجودة في آآآ وصائط نقل زي الهارد ديسك وغيرها. واصبحت هي واجب العصر. ثم الدنيا اطورت اكتر بقى فيه شبكات. الشبكات. الشبكات اللي هي بقت آآ وصلت لي مرحلة الشبكات دي لما ارتبطت ببعض عملت الانترنت اللي احنا شايفينه. فبقى واجب العصر انك انت تتعلم الانترنت بشكل عام. ثم الموضوع اتطور اكتر والانترنت آآ بالشكل اللي كان موجود عليه ما بقاش كافي لانه بقى فيه ووبسايتس كتير جدا والناس عايزة توصل للمحتوى فبتضطر انها هتعمل لستة كبيرة قوي تحط فيها اللينكات. انا اتذكر وقتها كنت بعد عمل يعني كده فايل واعد احط قسم مثلا اللي انا بدور على على كتب قسم لستة الموقع الفوني. لو انا معلومات في التكنولوجيا ابحث عن كزا. مش ابحث احط اللينك الفلاني. انا عامله النفسي. وبعدين بدأت بقى محركات البحث تتطور لغاية ما وصلنا لمرحلة الجوجل وبقى انت مطلوب منك. وانا عملت حلقة برضو تراجعوها. اسمها المهارة الاهم من البرمجة. اللي هي مهارة البحث. انك ازاي وعملت حلقة انا قلت انك ازاي تبحث عن معلومة معينة جوا السيرش انجين. دي مهم جدا ان انت تعرف المهارة دي وتتقنها. لانها ببساطة جديدة. هتوفر عليك جزء كبير جدا من مجهودك. وتاني ارجع اقول احنا كبشر كل ما توصلنا اليه من علوم وتكنولوجيا وخلافه هو نتيجة للتراكم المعرفي. يعني واحد بيجي يخترح حاجة وبعدين يجي اللي بعده يكمل عليه وبعدين اللي بعده يجي يكمل عليه وهكزا. لغاية ما يكملوا الصورة النهائية. انما فكرة انك انت تبدأ كل مرة من الصفر دي فكرة انا باعتبارها فشلة فيها اهدار كبير جدا للعمر. ماشي انت اقول ممكن تعمل كده في البداية عشان تتعلم انك تبنيها من واحدك. بس بعد كده كمل على اللي غيرك عمل واستفاد من مجهوداته وكمل عليه. وهكزا. فالبرمجة مهم فيها جدا موضوع الانتاجية عشانك انت عشان وقتك واللي هو بيتحاول بعد كده لفلوس وبعدين بيفضيك عشان تعمل ما هو اهم. فالسرش انجين آآ وظيفته ان هو يسهل عليك انك لو توصل للمعلومة بانك تحل مشكلة معينة بانك تتعلم حاجة جديدة وهكزا. ده لغاية فترة معينة. ركز بقى عشان اللي جاي ده. الجزء انا باعتبار ده بقى الجزء التاني اللي هو آآ النقلة التانية من البشرية اللي هي نقلة الزكاء الاصطناعي اللي انا باعتبارها انها مرحلة جديدة آآ قد تصل انها بنسبة آآ تسعين في المية تستبدل الاستخدام بتاعي بغض النظر انا بيقول لك هيدمك فيها بعد كده الزكاء الاصطناعي ده ده انا باتتلم على الوضع الحالي ده حتى لو ده حصل ففي النهاية برضو ما هو ده زكاء الاصطناعي يعني هي انا ما هو اصلا زكاء الاصطناعي عملي ما هو قرد داتا اللي موجود عن نت هي نفس الفكرة فده المرحلة اللي بعد كده ان الزكاء الاصطناعي نفسه آآ يقرأ من نت ويفهم ويترجم وبعين يبدأ هو يحلل فبدل ما انت كنت تفتح اكتر من لينك وتلاقي معلومات فيك ومعلومات مش مظبوطة وتجرب اكتر من حال لا هو بياخد الحاجات دي يحللها ويديك النتيجة الاقرب للصحة وركز من كلمة الاقرب الصحة عشان نتكلم فيها يبقى احنا اتنقلنا كده من مرحلة للزكاء الاصطناعي دي مرحلة بقى انك انت تتعلم ازاي زي ما كنت بتكتب في محركات البحث هتكتب للزكاء الاصطناعي عشان هو تساعده ان هو يفلطر لك ويطلع لك الديات اللي انت محتاجها بس يبقى هنا احنا نقدر نعتبره كبديل لايه للسيرش انجين انا هكلمك انا عن نفسي انا شخصيا بستخدم آآ محركات البحث كنت بستخدم محركات البحث ان حاليا نسبة الانخفاض وصلت لعشرين في المئة انا دلوقتي حاليا بستخدم عشرين في المئة وتمانين في المئة آآ زكاء اصطناعي يعني جوجل انا بحتاجه غالبا في المعلومات اللي اللي بعد سنة واحد وعشرين آآ في الغالبية العظمى انا بقول لك بستخدمه نسبة عشرين في المئة وتمانين في المئة بتعامل مع الزكاء الاصطناعي بشكل يومي بالمناسبة انا شغال حاليا على الباقة اللي هي البلاس وهبقى اكلمك عنها آآ لو التاسع على الوقت آآ يبقى آآ ده مهم جدا انك كده تعرفه ليه عشان وسيلة لتحسين الانتاجية وزيادة الاداء طيب انا بقى اعمل كده ازاي تعمل كده بانك انت تعرف انه اولا تستخدم النسخة اللي هي الفري اعمل رقم تفاهم قلت لك قبل كده وتخش وتجرب بنفسك طب انا خلاص عملت ايه بقى خطوة اللي بعد كده خطوة اللي بعد كده انك تبدأ تستخدمه بشكل فعلي هي تبدأ تكتب عليه برومز اكتبها الاول يا دول خد بالك اللغة الانجليزية افضل من اللغة العربية وبيفهمها افضل وبنتيجة بتاعتها افضل فما هتجي يمين هتجي شمال لازم تتعلم لغة وراجح حلقة لو مش عايز تتعلم انجليزي بقى مش عايز تتعلم برمجة قولا واحدا بعد ما هتستخدم البرومز دي هتبدأ تشوف بعض التوتوريالز بتقول لك ازاي تستخدم افضل اللي بتطلع لك نتائج جميلة جدا في مجال البرمجة ثم هنبدأ بنعمل حركة حلوة وهي انك انت فيه كورسات وفي مواقع كاملة يعني اللي بعتتلكوا لينك على التليجرام شوفوه لو سمحتوا آآ ده بيدي كورس متكامل عن ازاي تكتب آآ برومبت آآ بحيس ان الزكال الصناعة يشوفها بشكل كويس ويديك انتاجه طب هل في يعني اللي هي عشان الناس اللي ما يتعرفش اللي هي السؤال كأنك بتكتب كده بتكتب على جوجل سيرش بتكتب جملة معينة مثلا آآ طريقة آآ عمل آآ الملوخية باللحمة ما اي حاجة انت بتكتبها انت نفس القصة هتكتب هي دي سمال برومبت بتكتبها في الزكاء الصناعي مع الشات جي بيتي وخلافه بالمناسبة شات جي بيتي متفوق الى الان آآ برض الى الان لسه ما اثبتش الكفاءة اللي تستحق يعني طيب آآ وبعدين هو هيعلمك تهنيكس يعني مثلا هقول لك شوية ملاحيز مهمة جدا ملحوظة زي في بعض التاجز بتكتبها بيخش هو في مود الكودنج بيخش في مود الكودنج فبيفهم ان انت اتجاه الكودنج ويعمل لك ستايلينج الكودنج ويظهر لك بشكل معين آآ في مود معين مثلا انك انت فيه مثلا انت بتكتبله سؤال لو السؤال الاجابة بتاعته طويلة ففي كيوورد بتكتبها مثلا زي كلمة الكيوورد فيكمل في كتابة الكود من غير ما يفصل بعض التعليمات اللي انت مثلا تقول له سيفور ليتر فهو يحفظ ان الداتا دي او الديسكاشن وما يتوهش منك لان هو بيتوه كتير ملحوظة بقى مهمة لو انت فاكر ان هو هيكتب لك وانت هترايح دماغك فانسك كلام ده كلام ده كلام غير سليم بالمرة وانا مستخدمه انا على فكرة انا مستخدم شات جي بيتي فور وبدفع اشتراك شهري آآ عشان استخدمه خلاصة مفيش الكلام ده انت في النهاية شات جي بيتي فور ذات نفسه بيهبل وبيحتاج مراجعة وساعات بيقول معلومات غلط وبيصر عليها وبتصحح له بس هو طبعا بيتطور في نفسه يعني انت اما انا ما بصحح له او بوجهه بيحسن وهكزا لكن فيه طورات رهيبة جدا حصلت وعشان كده انا بنصحك ان انت لو هتستخدم شات جي بيتي بعد ما تتمكن منه شوية وتتحسن في كتابته انصحك انك تخش وتجرب النسخة لها البلاس المدفوع حتى لو بيشتراك بينك وبين اصدقائك يعني تجيب مساء اتنين تلاتة معرفش ده ليجل ولا لا بس اعتقد ان هو ليجل يعني مفيش حاجة بس على اي حال لكن انت لو عملت كده ودخلت انت وصاحبك او انت متنين صحابك ولا بتاعه ودفعت تشتراك صدقني هو مجزي ويستحق جدا اه هو مسلا على سبيل المسال بيوصل لمرحلة انه انت دلوقتي مش بس بتوصله كتابة لأ لانت ممكن مسلا تكون مواجهات لمشكلة معينة فتاخد وتبعته له صباح الفل ممكن تبعت له صورة يحللها ممكن تبعت له فيديو فيديو كامل يلخص لو انت عايز معلومة معينة من فيديو معينة وهو طويل تبعت له فكل الحاجات دي انت محتاج ان انت تجربها وتشوفها لازم ولازم دلوقتي وما تتأخرش كتير التأخير هنا بقى هو اللي يود في دهي مش بقى انك تجري مع الترند لأ الترند مش انها يروح هتعلم زكا الصناعة لأ انت تتعلم الحاجة اللي تفيدك وانت في مكانك وتحسن كل ما تلاقي اداة بتطور خدها واستخدمها في مجالك وهنا يأتي نقطة مهمة جدا لو انت مش مبرمج وفاهم انت بتعمل ايه واقولك كمان ومش مبرمج شاطر المبرمج الشاطر لأكتر منك هيوجه وهيكتب جمل معينة تدي له نتاج احسن منك وتخليه يقبرمك بطريقة افضل ويطلع كوت اكتر لان هو فاهم لان اخد بالك انت لو قلت له اي كلام عام هيتطلع لك كوت بس هيكيب لك اي كود رديء وخلاص المهم يشغل لك التسكي اللي انت عايزة انما انا مسلا عايز اقول له اعمل لي الحاجة الفلانية بالباترن الفلاني استخدم الفلانية عايز الكود يترتب بالطريقة الفلانية انت هتدي له اقتراحات هتصحصحه معاك وهتبقى انت اواخد بالك لو قالك على معلومة غلطة او هو فهمها غلط او متشابهة مع مصطلح تاني تعرف انت توجهه وتزبطه بحيث ان يوصل معك لافضل نتيجة فمش الهدف انك انت ما تبقاش مبرمج لا الهدف ان انت تبقى مبرمج اه ولكن بتستخدم الطول الجديدة دي اعتبرها طول زي اي طول بتسرع في انتاجيتك اللي هي اه اشوفكم على خير وآآ الى اللقاء في الموضوع القادم السلام عليكم وعلى الله واركاته